السلام عليكم ازايكم يا جماعة عاملين ايه? النهاردة جايبا لكم فضيع على اه شغل الخرز. عشان تقدري ترسمي فيه اللي انت عايزان. اسمه المفروض ان انت بتحمليه. وبعد ما تحمليه هيزهر لك كده بتفتحيه اه بتحددي فيه الغرزة المناسبة. طبعا في شغل الخرز معظم اه الشغل بتاعنا بقى غرزة ربعية. هتستخدميه اه وبعد ما تفتحي وتختاري الغرزة الربعية. هتحددي فيه عدد الصفوف وعدد الاعمدة الموجودة عندك في الشكل اللي انت هترسمي عليه. وبعد ما تخلصي هيزهر لك الشكل اللي انتو شايفينه ده. انت اللي بتحددي طبعا الالوان اللي هترسمي بيها. مسلا انا بعمل العلم اه حددت فيه اللون الاحمر. وبدأت ارسم عليه زي ما انتو شايفين كده بالزبط. اه هلونه باللون الاحمر. تمام? وبعد ما خلصت اه مسلا انا غيرت اللون اللي انا عاوزاه. اه بقية العلم مسلا. هخليه اسود من فوق. اه ولو في حاجة عايزة تمسحيها سهلة جدا. انا عايزة تكبري اه في الشاشة على الايدك الشمال من تحت. هتلاقي فيها اه التولز اللي ممكن تستخدميها. انا مسلا اه لونت الجزء اللي فوق اسود. ومن البلتة اه اخترت اللون الاخضر من تحت. اهو. الالوان اه انت بتحدديها من البلتة. اه بتمشي اه على النقط عشان تعملي بيها الغرز اللي انت هتشتغل بيها. تبقى عارفة بالزبط هتشتغل ازاي في البتر. انا دلوقتي عملت العلم ده. اه تقدري اه تلعب في الالوان براحتك. اه بعد ما بتخلصي بتخديه طبعا. وفي اكتر من انواع غرزة فيه فيه طوب العرضي في اه زي ما انتم شايفين برضك بتحددي فيه عدد الغرز وعدد الاعمدة وعدد الصفوف بيزهر لك كده. وفيه اه الغرزة اللي بعد كده غرزة الطوب الطولي. برضك نفس الشيء. هتحددي فيه الاعمدة والصفوف واعددها بالزبط. وفيه كمان غرزة رابعة. غرزة المربعات. زي ما انتم شايفين. كل ده ممكن تستخدميه في الاكسيسوري. اه في حاجات كتير. طيب فيه اوبشن تاني في الغرزة الربعية. اه انك مسلا تكتبي اسماء. فيه ناس كتير بتبقى عايزة تكتب اسماء على الفوانيس. او على مفارش او يعني اه عايزة تكتبي اي اسم. وبتبقى عندها مشكلة في الموضوع ده. مسلا حددت اه انت طبعا هتحددي عدد العمويت او الاعمدة. اه وعدد الصفوف اللي موجودة مسلا في اه الفانوس قدامك. تمام? وتبدأي تمشي في زي ما انتم شايفين كده بالاسم مسلا اه ده اسم محمد. وبعد ما بتخلصي طبعا بتاخدي اسكرين للشكل عشان تقدري اه تستنظيميه بعد كده. اه تقدري بقى تكتبيه اي اسم عليه زي ما انتم شايفين. الموضوع ده كان بيبقى عندنا مشكلة فيه. ان بيجيلك اسماء عجيبة. اه عايزة تترسم على اه الفانوس وانتي بيبقى الموضوع صعب بالنسبة لك. الابليكيشن ده سهل جدا اي اسم حابة تكتبيه. بسهولة جدا مش ياخد معاك وقت. بتحددي عدد الصفوف وعدد الاعمدة. وعيشي وبجد اه ابليكيشن فضيع اسمه. باي باي. اشتركوا في القناة